هل في فرق بين المتاعب الصحية اللي الواحد يعاني منها في رمضان عن غير رمضان؟ ولا المسألة عشان الكسافة والانقطاع عن الأكل في فترة الصيام؟ هو رمضان بالذات من ثاني وثالث يوم الشهر الكريم بتلاقي العيادة العدد بقى فيها الدبل والتريبل بقى عندكم موسم بيبقى موسم يعني أول يوم ما فيش حد موجود أول يوم على طول لأن عدد ساعات الصيام الكتير وفجأة تخد جهازك الهضم أو معدتك تخده دي بالكلمة السلانج أو الدرجة بس لو تكلمنا فيها علمياً مثلاً على السكر السكر من أكتر الحاجات حتى في ألمانيا مكتوب على بعض الريستورونات أو المطاعم السمومة البيضاء الوايت بويزنز اللي هما سكر وملح ودي إيه؟ ودي الأبيض فالسكر دايماً امتصاص الأمعاء للسكر تتناسب طردياً مع عدد ساعات الصيام يعني أكتر حاجة تخد الجهاز الهضمي السكريات طبعاً والملح من أخطر الحاجات من أخطر الحاجات فدي اللي احنا بنعملها أول ما بنفتر على طول فدايماً يقولك الامتصاص الأمعاء للسكر تتناسب طردياً مع عدد ساعات الصيام يعني إيه؟ يعني مثلاً أنا صايم لمدة ساعتين تلاتة وبعد كده أخدت شوية سكر الجسم هيمتص حبة قد كده طب أنا صايم 12 ساعة 14 ساعة 16 ساعة وفجأة أخدت حبة سكر الجسم هيمتص قد كده طيب يبتدي الجسم مش محتاجة غير الحبة قد كده مثلاً 10 جرام فجأة يمتص 30 40 جرام كلهم اللي أنا أخدتهم مرة واحدة بس وبالتالي تحس بالتعب والوهن وعايز نام ومعنديش طاقة مريض السكر هيتضر مريض الكوليسترول برضو هيتضر وبعد كده الشهر ده ممكن نستفيد منه قوي يا إما نخس جداً ونثبت أكلنا يا إما الموضوع يوسع عن حد خالص إيه أكتر المشكلات يعني أنا لما بقول عندي قولون عصبي في حاجة اسمها قولون عصبي ولا في مرض وأعراض بتقول أنني عندي مرض معين ما فيش حاجة اسمها أصنانا عصبي شوية تعبانة ونفسي تعبانة فالقولون بيضطرب هلو قوي السؤال الأمراض عمتاً في العموم أمراض عضوية وأمراض وظيفية فانشن الأمراض الوظيفية دي ممكن أسميها قولون عصبي الدارج عند بعض الناس إنه قولون عصبي بيجي عند الناس العصبيين فقط لكن إحنا لو دخلنا كده شفنا البرسنتج أو النسبة اللي الناس تكون عصبية عندها قولون عصبي 40% فقط بينما إنه 60% من الناس اللي عندها قولون عصبي ولا عصبيين ولا متوترين وعايشين حياة كويسة زي الفل وما فيش أي مشاكل خالص فدي الأمراض الوظيفية بس لابد من استبعاد أي شيء عضوي الأول عشان قلق اللوم على قولون العصبي يعني مثلا لو فيه ورم في القولون لا قدر الله ومتشخص بقاله 6 شهور أو سنة على إنه قولون عصبي ما يعمل أعراض مشابهة لو فيه أمراض مناعية زي اللي بنسمعها القولون التكروحية أو مرض كرونز أو الكلام ده كل ممكن تعمل أعراض مشابهة بالقولون العصبي هو أول عرض يخليني أحس كبني آدم إن أنا عندي مشكلة محتاجة فحص طب كبير يعني محتاجة مش بس أنا هروح لدكتور البطنة اللي أنا متعود أروح له لا أنا محتاجة أروح أعمل تحليل وأكشف كشف مختلف إيه أول الأعراض دي؟ طيب فيه حاجة في الطب أو في الجهاز الهضم يسميها alarming symptoms يعني إيه؟ المؤشر أعراض إنذار 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 أعراض منذرة وجود دم إشارات إنذار الدم بيحرك الشعب المصري أو الشعوب عمتا وجود دم مش طبيعي أنه مثلا في التويلات أو في البراز نلاقي دم مش طبيعي أنه واحد يتقيق يلاقي دم في القي ألم شديد مش مستجيب للمسكنات لأ فيه مشكلة ممكن أقل كلهم أنا أكلت أكلة إيلة شوية أو فيها دهنة أو مسبك أو أكلت بره جالي إسهال حلو لو يومين تلاتة بس لو قعد العرض أسبوعين تلاتة لأ هنا نقف وقف وجود إنه فقدان شهية الواحد شهيته قلت أو وزنه خس عن عشرة كيلو في شهر وهو مع ماشر جيد خس نسبة كبيرة من وزنه في فترة زيبا ليلة وقلت ليلة ومش قاصد ومش عامل رجيم مثلا كل دي أعراض منذرة إنه في مشكلة ما يعني الأورام لقدر الله مثلا بتخلي الواحد شهيته قلت ليلة جدا بتخلي الواحد يخث ويبقاش واخب باله ولا عارف لأنه مش ملم بالأورنس أو بالتوعية مش عارف إمتى يروح يشتكي عن الدكتور بقينا ناخد الرشدة من جرنا من واحد صاحبنا خدنا مضاد للانتفاخ عندنا ناخد أقراص فحم كلامنا كله بدون إنهنا عارفين إيه اللي جوه بالضبط بيحصل هل في